تبقى مدينة الرمادي خارج نطاق السيطرة وإن باتت محاصرة من جميع الجهات لكن المشكلة تتكمن في اقتحام مركز المدينة وهو ما لم يحضح حتى الساعة بتوافق عراقي أمريكي لإنجاح الخطة المطلوبة من يحسم المعركة هم الرجال الشجعان الموجودين على الأرض لكن هذه القطعات الموجودة تحتاج إلى إسناد جوي التحالف الدولي يقدم إسناد جوي لكن غير كافي لحسم المعركة طلبنا من التحالف الدولي أن تزداد عدد الضربات الجوية وأن يكون دورهم أكبر لتنفيذ وأن يكون على اتصال مستمر مع القادة الميدانين الذين يقودون المعارك معركة الأنبار تمشي ضمن خطة مرسومة من قبل قيادات العسكرية ومن أجل تحقيق نصر خاطف كما حصل في سنجار تشترط القوات الأمريكية أن يكون مركز قيادة العملية بيد المستشارين الأمريكيين في قاعدتين عين الأسد والحبانية الأمريكان واضحين بشكل كبير جدا هم يضغطوا الآن باتجاه تشريع قانون الحرس الوطني الذي سوف يصبح مظلة للسكان المحليين الذي يجب أن يقاتلوا داعش ويمسكوا الأرض الأمريكان يعرفوا مسألتين تحرير ليس شيء صعب خذ بيجي على سبيل المثال تم تحريرها بغضون أيام ولكن هناك لازال مسك الأرض فيه مشكلة عادة داعش مرة أخرى مسك الأرض لا يمكن من خلال الحشد وأصناف أخرى متهمة متهمات معروفة وبالتالي تؤجج العنف الطائفي وتسهل لداعش البقاء والشرائية ويسعى الجانب الأمريكي إلى إشراك العرب السنة في تحرير مناطقهم في ظل عدم وجود قوات برية دولية على الأرض واقتصار مهمة على توفير الغطاء الجوي معادلة القضاء على تنظيم داعش في العراق عموما والأنبار خصوصا باتت تحكمها التوافقات الدولية والمحلية وهو ما قد يصعب تحقيقه في المرحلة الراهنة في ظل ضغوط كبيرة يتعرض لها رئيس الوزراء حيدر لعبادي من قبل شركائه داخل ائتلافه الحاكم تقضي بعدم الذهاب بعيدا في الرغبة الأمريكية باستعالة المدن العراقية على حساب الدور الإيرانية حيدر الأسد سكاي نيوز عربية بغداد